السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه? يا رب يكونوا في احسن حال. ان شاء الله النهاردة نعم مع بعض اه وصفة حلوة كده ان شاء الله تعجبكم. طبعا الفتير الجامل ده. شفا حمد بقى دبسته وخليته عملهن. طبعا معاه. اه عصر ابيض. طبعا جبنا ازيمة رسمي الفتير. هو جبنا الازيمة. بقى حاجات بسيطة كده يعني اللي هو لزم فطر الصبحية يعني. اهمين? ان شاء الله بازن الله. اجربوا الفتير ده بازن الله عجبكم بصوا شكله. وهو طحفة طحفة طحفة. ما شاء الله. بتاع لكم واحدة كده بصهم ورق ازاي? ما شاء الله اللهم صلى عن النبي. سوية بتاعته. هو كله ما شاء الله طحفة. انت بتعمليه. خلي بالك من درجة حرارة الفرن. ودايما تكون متابعة الفرن بتاعك عشان الفرن زي بعضيها. آآ يلا بينا بقى. نشوف الوصف بازن الله تعجبكم. اه ايضا لكم ان شاء الله هنعمل الفطير. انه هنا نعمل فعلا فطير. آآ اللي هو الطعفة العادي جدا. وبكمية بسيطة وحاجة سهلة. ومتناول كل ست بيت. آآ الفطير يعتبر ضيق سكر. آآ زرة من الملح. وزبدة. وهي زبدة الحلويات او زبدة الفطير. وزبدة صفر. آآ للفطير آآ سكر زي ما انتم شايفين. مجج اللي حاجة بسيطة جدا. من السكر. زرة ملح. آآ نص معلقة شاي صغيرة. وكيلو ونص من الدقيق. هرجع تاني. كيلو ونص دقيق. زرة ملح. مجج اللي ربق من السكر. نص قلب من الزبدة اللي هي الحلويات او زبدة مرجرين او فرن. وزبدة صفرة اللي هي النزولندي. هبتدي احط بقى كلمية كلها بتاعتي. اهي. حطيت السكر. حطيت الزرة من الملح. وهبتدي احط المية. والمية على حسب طلب العجينة اللي قدنا. يعني المية هنزل بها حاجة بحاجة. لحد ما هخلي العجينة تبقى متماسكة معي. انا مبتدائيا كده او هبتدي بالمج ونص من المية. علشان فيه بتفرق من دقيق بدقيق. فيه دقيق بيبقى شادة عرق او فيه البولنتين بتاعته. بيبقى كتير. وفيه دقيق اللي هو دقيق اللي هو زي بتاعديه بنشكوت او بتفرق بيبقى سايد من العرق او بيبقى حلل شوية. وهبتدي ادرب الكل مع بعض سنة بسنة كده. هبتدي بقى طبعا باخد دي من الجنابة هو. علشان خاطر دخلوا مع المية اللي انا حطتها في النص دقيق. اهه. اه البولا اهم حاجة تكون واسعة وتكون استلس او بقى طبق بلاستيك كبير ايا كان الحاجة اللي عندك كبيرة. بحيس ان انت تعرفي تعجيني فيها. انا كده حطيت كوبايتين يعطبر ونص او مجين ونص من اللي معايا دي. ولحد ما خلص ان شاء الله ملع العجينة هبتدي ارجع لكم تاني وهوريكم طريقة الفطير ان شاء الله. عند المدار المية احنا حطينا اتنين مر ونص من دي كده. لحد ما خلص وهوريكم ملع المس العجينة. انا كده اعتبر طلحتها من البولا. وابتدي بغدم فيها في مكان واسع عشان اعرف تمام لك في العجينة. زي ما انتم شايفين. هي كده اعتبر حادث ثلاثة ونص مية من المنج اللي كان معايا. اللي انا قدرت به السكر. كده احنا اعتبر خلصنا العجينة. خدمة. زي ما انتم شايفين اهي. العجينة اتخدمت كويس جدا. هنسيبها لمدة بالضبط خمس زايق تريح. وبعد كده هنشتغل فيها وهوريكم شغلها ازاي. هي اعتبر كده اتخدت عجين معايا او خدمة عجين معايا بالضبط وربعة ساعة. لحد ما تبقى الملمس بالشكل ده كده. اهي. انا ما حابتش اطور عليكم الفيديو. علشان خاطر يعني وقت كتير قوي. بحد ما تريح معنا ونبتدي نشتغل عليها. ورجعنا لكم تانا جماعة بعد الفطيرة ما ريحت ايه زي ما انتم شايفين. خذت بالضبط خمس زاي وعشر دقائب كتير زي ما انتم عايزها. بعد كده بنسمها سنت بتاعتي. علشان خاطر تمشي على الترابيزة. او على الرغام اللي عندك. اهي. العجينة هبتدت تتمسك معايا ونريحها جامدها. وهبتدي هفرد فيها. ومش عايزين برضو ايه يعني نزود بتريحها جامد. علشان خاطر العجينة. اما بتريح اكتر من اللازم. بتعيش معك بسوعة. انا بفرد اهو. احنا كده خلاص فردناها. وهبتدي هحط الزبدة بتاعتي. اهم حاجة يا جماعة وانتم بتفرد الفطير. زي ما انا فردها كده. لازم تكون ملمس الزبدة نفسها طرية بالشكل ده. دي ما بتتسيحش ولا بتتحط على النار. دي بتيجي من عند التاجر الحلواني. وتخلوها مدة كافية جدا جدا. في قوضة درجة الحرارة بتاعتها للطبيعية عادي. وبعد كده تبتدي او درجة حرارة المطبخ زي ما انتم عايزين. ودي بتيجي تنعمي بيها زي ما انا بعمل كده بيديكي. اهو. انا كده بنعمها. علشان تبقى شغال معي كويس او بتتكرد معي بسؤولة. خلاص احنا كده اعتبر خلصناها. وهبتدي هلف بيها او هلفها كارول. هبتدي هلفها بقى. وعلى قد ما اقدر اني اخلي الرول بتاعة اللفة رفيعة. علشان تتلفوا اكبر من كمية ممكنة معي. انا كده خلاص لفتها. وديها سنة زيت بسيطة جدا فوق الوش عشان ما تأشفش معي العجينة. زي ما انتو شايفينها. وهبتدي اقطع فيها الحاجة المناسبة في التعطيعة بتاعتك زي ما انت عايزها. عايزها تكبريها عايزها صغاريها. على حسب حجم الصينية او الصاج اللي موجود مع حضرتك. هبتدي اقطعها. ادي التوريقة بتاعت العجينة. اهي? حاجة جميلة جدا. انا كده خلاص بتاعت رياحة بعض التقطيع. وهبتدي افرد فيها عشان اهويها. اهي? بالشكل ده كده. ودي يا جماعة اهم تاكب بتاعتها ان انا اهويها. وابتدي. لو في حتة زيادة عندك. ممكن نكمل عليها العجينة. ونلفها بالشكل ده كده. ونركنها ونجيب التانية. وابتدي اهوي. وده فطير المحلات. اللي احنا دايما بنشتريه. كمية بسيطة جدا. عملت معنا. توفير بست فطير. كيلو نص دقيق. لكن انت كامل ايديكي. وحاجة انت ضمها. وحاجة طبعا نظيفة. مش هتحتاج او تشقي في المحلات بعد كده كده. اهي? التهوية. بمسك داية. سبعة اليمين. او داية اليمين. السبعة ده ببقى من فوق. واربع صوابع دون بيبقى. انتح زي ما انتو شاهدون كده. وابتدي اهوي فيها. اهي? واطبعها اهرماوي او مسجسات. بعد كده اقلب فيها. بالشكل ده كده. تاني. يدو بسمنة زيت بسيطة جدا. علشان العجينة ما ترزقش معيها. اجيب الفطيرة. ازاي ما انتو شاهدين اهي. ببتدي افرادها. ببتدي بقى هوس هنا. اهي? اروح لطبعها. تضيع كده. بسيطة جدا. ليس سهل قوي. اهي? واروح لفف اللفة بتاعتها. بالشكل ده كده. وهدي فطيرة كمان. علشان يبقى كده انا. اجتلكم اخر حاجة. لتهوية الفطير. واللفة الرل بتاعتها. اهي? لو مش هتعرفوا تهويها. زي ما انا بهويها. انتو ممكن تستكفي ان انتو تفرديها. واتطبقيها عادي. اهي. كده. بالشكل ده. لو مش هتعرفوا تهوي الفطير. احنا قلنا الحجم اللي انت عايزها طبعا. ده حاجة ترجع لك على المكان اول صنية اللي انت حتبتدي تساوي فيها. وكده يا جماعة. طبعا خلصنا اللفة الفطير. نسيبه وريح. نسيبه لسنة الزيت من فوق الورش. نسيبه لسنة الزيت من فوق الورش. علشان خاطر العجينة ما تقشفش معي. ونغطيها باي مشمع او بشانطة بلاستيك. لمدة بزبط لطاقل عن عشر دقيق. علشان نعرف نفرد في الفطيرة. كده رجحت لكم تاني والفطيرة خلاص رياحت معي. وهبتدي افرد فيها. زي ما انتو شايفين كده. حسنا. هذا الفطيرة هي. وهبتدي احط الزبدة. اللي هي الزبدة الصفرة. من فوق الوش كده. واي ان كانت الزبدة. الزبدة بلدي زبدة فرن زبدة نيوزيلاندي. الزبدة اللي عندكم عادي وممكن بالزيت. عادي جدا. انا كده خلاص ابتديت خلشتها. بعد الفردة. دي اخر فردة يعتبر قبل التسوية. كده خلاص البحرم كده خلاص ابتديو وكذا يعتبر الفطيرة الأخيرة وحنرجع لكم تاني بعد التسوية وطبعا قبل ما نودي الفطير الفرن يجب أن نخلي الفطيرة تبتع خمس زائق لحد ما الفرن تبتدي تزخل معي وبعد ذلك نوديها على درجة حرارة تكون عالية شوية وبعد ما نودي الفطير الفرن نودي عليها سنة لكي لا تشعوض معنا بسرعة وتتحرق معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر